بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء السادس والخمسين بعد المئة الأولى وهو اللقاء السابع مع الإمام الليس ابن سعد مع الفقهاء أسأل ربي صدق التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه وقوة اليقين به هب لنا ربنا عينا منك ترعانا ونورا منك يغشانا وعفوا منك يشملنا واجعل لنا يا ربنا لسان صدق يسمع وعملا صالحا يرفع اللهم آمين ولزال الحديث متصلا أحبتي عن براعة إمامنا الإمام الليس ابن سعد بعلم الحديث بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعد من كبار المحدثين ومن أثبتهم وأصدقهم وأكسرهم دقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو من الطبقة العليا من المحدثين مع غيره من كبار المحدثين الأثبات الثقات وتوقفت في اللقاء الماضي عند قول إمامنا الكبير الإمام الشافعي والذي زار مصر وزهيلا مما سمعه وقرأه ولمسه من فقه وعلمي الإمام الكبير الإمام الليس ابن سعد لدرجة أنه تحسر أنه لم يلقه ما تحسر على شيء تحسره على أنه لم يلقى الإمام الليس ابن سعد فقال الليس أتبع للأثر من مالك والليس أفقه من مالك لولا أن ضيعه أصحابه ولم يقوم به ومقولة الإمام الشافعي مقولة دقيقة ومعبرة يعني حينما يقول يعني الإمام الشافعي بقيمته وخامته الليس أتبع للأثر من مالك فهي مقولة لها مرماها ومعناها ومغزاها الإمام مالك من فقهاء الأثر من مدرسة أهل الحديث بالرغم من كل ذلك يقول الليس الذي لم يعيش بالمدينة وعاش بمصر أتبع للأثر أي للسنة وفتاوى الصحابة من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسر في ذلك أن الإمام مالك كما سيرد ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا كان يقدم عمل أهل المدينة يعني على قول صحابي خارج المدينة في الغالب إذا كان عمل أهل المدينة منتشرا وفاشيا ومتواترا فكان لا يقدم عليه شيء وهذا من أصول مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسأبين ما المراد بأهل المدينة يعني هم أهل العلم في الحقيقة وليس المراد أي أحد من البشر فقال الليس أتبع للأثر من مالك وكما ذكرت وأشرت أن هذا الرجل كان في غاية الدقة لا يسمع إلا من ثقة ولا يكتفي بمجرد السماع إنما كان يعرض ما سمعه ما كتبه على شيخه الذي سمع منه مكتوبا ويعرض الشيخ على الليس ما كتبه أيضا ولو كتب الليس منه شيئا فإنه كان يعرضه على الشيخ وربما أشرنا لموقفه مع الإمام أبي الزبير وهو الإمام الكبير محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق القراشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويعني يعتبر من أواصط التابعين واسقه كبار علماء الجرح والتعديد قال قدمت عليه في مكة فجئته فدفع إلي بكتابين أي بكتابين فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو الزبير عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله فلما نظرت فيهما أي في الكتابين عاودته عدت إليه وقلت له علم لي على الحديث الذي سمعته من جابر أنت ولم ترويه عن من سمعه من جابر فعلم لي فقبل ما سمعه أبو الزبير مباشرة عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكما قلت أن إمامنا يعني كان شديد التحري والدقة فيما يقبله من أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعد إمامنا الكبير من أصحاب الإسناد العالي والإسناد العالي هو الإسناد المختصر الذي ليس فيه عن عنه كثيرة في الغالب فتره مثلا يحدث عن نافع نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا إسناد عالي ويحدث عن عطاء ابن أبي رباح عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام سعيد المقبوري ده إمام ثقة وحافظ وسبت وكان يقيم قريبا من مقبرة البقيع وكان من أوعيتي العلم وأثبت الناس في سعيد كما قال الإمام الزهبي أثبت الناس في سعيد المقبوري الليس ابن سعد أثبت الناس وهذه شهادة ليست للإمام الزهبي فقط بل لغيره من الآئمة قالوا أثبت الناس في سعيد المقبوري هو الليس ابن سعد فعن الليس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أيضا كان يروي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وهذا إسناد عالي وابن أبي مليكة هو الإمام الحج الحافظ من التابعين سمع من السيدة عائشة والسيدة أسماء ومن عبد الله بن عباس ومن ابن عمر ومن غيرهم كثير والإمام سعيد المقبوري الذي أشرنا إله أيضا سمع من كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع من أم المؤمنين عائشة سمع من أبي هريرة سمع من سعد بن أبي وقاص سمع من أبي سعيد الخدري وسمع من غيرهم كثير ومن جابر ابن عبد الله ومن غير هؤلاء كثير سمع منهم سعيد المقبوري والله تعالى أعلى وأعلم وهذا النمط هذا النمط من الإسناد يعني أعلى ما يوجد في زمن الإمام الليس ابن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أن إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يجيز الرواية بالمعنى بضوابطها وشروطها وضوابط رواية بالمعنى كما قال العلماء فمن العلماء من كان لا يجيز رواية بالمعنى بل يرى ضرورة أن يروى الحديث كما خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أشرنا لبعضهم أنهم كانوا يأتون بالحديث على حروفه أن ينطقون به بكل كلمة وردت فيه بكل حرف ورد في الحديث لكن أجاز في الحقيقة فريق آخر من العلماء رواية الحديث بالمعنى وحجتهم في ذلك أن كثيرا من الروايات جاءت من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في بعضها أو في الكثير منها شيء من التغيير يعني كلمة مكان كلمة إضافة شيء معين لكن قالوا لا يروي بالمعنى إلا العالم الفاهم أما العوام فلا يجوز لأحدهم أن يروي بالمعنى لما؟ لأنه ربما يخرج النص من محتوى ربما يفسر أو يضيف كلمة لا علاقة لها بالحديث من قريب أو بعيد أما العالم فلو نسي كلمة لجاء بمرادف لها وجاء بنفس المعنى ولذلك الذين أجازوا الرواية بالمعنى استدلوا بطرق الحديث المختلفة التي تأتي يعني بحديث من طرق مختلفة في بعض الأحديث أو روايات الواردة شيء من الإضافة أو كلمة يعني تأتي مكان كلمة أخرى لكنها تؤدي نفس المعنى فقالوا يجوز للعالم أن يروي الحديث بالمعنى وهذا إن شاء الله تعالى هو الراجح أما القرآن فلا بد أن يطلى كما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أبداً أن يتكلم أحد بالقرآن الكريم يعني ويأتي بكلمة مكان كلمة إنما يتقيد بنص القرآن الكريم لكن عند التفسير والتأويل في معرض الشرح يأتي بالآية ثم يقوم ببيان ما فيها من فوائد وأحكام كما كان إمامنا أيضاً الإمام الليس بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يرى أبداً نسخى القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن السنة تنسخ السنة نعم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها ده كان في بداية الأمر ألا فزورها يعني إذن الحكم اللاحق نسخى الحكم السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عني غير القرآن فليمحو ده في بداية الأمر ثم أجاز الكتابة للصحابة كعبد الله بن عمر ابن العاص كتابة ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن الكريم أي ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فأجاز لعبد الله ابن عمر أن يكتب قال أكتب عني فإنه لا يخرج منه إلا الحق كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والنسخ بيعني المحو أو الإزالة في اللغة أما النسخ يعني كما جاء في الآية الكريمة في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فمفهوم النسخ رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق زمن نزول الوحي الوحي ينسخ السابق بالحكم اللاحق وهناك حكم في الحقيقة يعني على سبيل المثال في قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة لكن لما تقرأ قول الله تعالى في آخر ما نزل في سورة المائدة تقرأوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجئ تنبوه لعلكم تفلحوه فالحكم السابق اللاحق نسخ الحكم السابق ويمكن أن تبقى الآيات موجودة لكن نسخ منها الحكم يمكن كالآيات التي أشرت إليها ويمكن أن تزال الآيات ويأتي غيرها يمكن ذلك وكل ذلك موجود إن شاء الله تعالى لكن كما قال إمامنا السنة تنسخ السنة لكنها لا تنسخ القرآن لكن كما ذهب يعني كثير من العلماء إلى جواز نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدلوا على ذلك في الحقيقة بقول الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فقالوا نسخ ذلك الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورث وكما قلت من الفقهاء كالظاهرية ومن نحى نحوهم من لا يقول بالنسخ جملة واحدة من يرفض مسألة النسخ ويقولون بخلافه والله تعالى أعلى وأعلم لكن النسخ موجود كما قلت وهو رأي جمهور فقهاء المسلمين منهج إمامنا الإمام الليس ابن سعد في الترجيح بين الروايات إنه ما كان أبداً يرجح رواية لأنها يعني ارتبطت بإقليم معين بمكان معين إنما كان منهجه في الترجيح بين الروايات أن تخرج الرواية من فم سقة سبت صادق دون النظر للمكان الذي عاش فيه ذلك القائل مدام سقة سبتاً وكأنه بذلك في الحقيقة يرد كما سيرد ذلك على إمامنا الكبير الإمام مالك ابن أنس والذي كان يقدم عمل أهل المدينة كما أشرنا ده في الحقيقة طرف أحبتي بالإضافة لما أشرنا إليه في اللقاء السابق من علم إمامنا الكبير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً من العلوم التي برع فيها إمامنا وهو علمه بالفقه ويعد إمامنا من كبار الفقهاء ولم يدعي أحد من الآئمة أنه صاحب مذهب معين ولم يدعو أحدهم الناس لاتباعه ولابتعاد عن الآخرين من العلماء والفقهاء إنما جاء ذلك في الحقيقة في العصور المتأخرة يعني بعد ذلك بمدة طويلة تعصب بعض الناس الذين ضاقت صدورهم ويعني كان أفقهم محدوداً تعصبوا لشيخ ما لمذهب ما لكن لا يوجد عالم من العلماء زعم أنه صاحب مذهب فقهي خاص به وأن ما عداه من المذهب لا قيمة له ولا اعتبار له هذا لم يؤثر عن أحد من الآئمة الفقهاء الأعلام الكبار إنما الذي ورد عنهم جميعاً قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه وكلهم ورد عنه إذا صح الحديث فهو مذهب واضربوا بقول عرض الحائط وإذا اتهدوا في مسألة من المسائل اعترفوا أنه مجرد رأي والرأي عرضة للتغيير والإنسان ربما يرى رأياً اليوم ويرى غيره في الغد فكان ينصح المستفتي ألا يعول كثيراً على ما أفتاه به باتهاده في المسألة التي لا نص فيها وإمامنا الكبير والفقيه الكبير الإمام الليس ابن سعد حباغ الله تعالى بقدرة عجيبة على استنباط الأحكام لما؟ أولاً لعلمه بالقرآن الكريم ولعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة وأخضية الخلفاء الراشدين وفتاوى كبار التابعين ولعلمه باللغة العربية وبالشعر وأقوال العرب والأدب وبما حباه الله تعالى من بصيرة نافذة مع علم بالواقع بصيرة نافذة وعلم بالواقع مع ورع وتقوى وخوف وعبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإمامنا يعتبر أول من أرسل مدرسة الفقهية المصرية لتكون شبيهة بمدرسة المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام واليمن فهو أول من أرساها ثم جاء الإمام الشافعي بعد موت الإمام الليس بن سعد إلى مصر وشيد على ذلك البناء وغير الكثير من آرائه بعدما اطلع على فقه الإمام الليس ابن سعد وقال قولته المشهورة الليس أفقه من مالك وهذه كما قلت شهادة من عالم معتبر كبير ومن فقيل وكانت هناك علاقة وسيقة جدا بين الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الشافعي تلميز للإمام مالك ومع ذلك يقول الليس أفقه من مالك بل من فقه هذا الإمام الكبير الإمام الليس بن سعد أن تجاذبته أو تجاذبه أصحاب المذاهب كل يريد نسبه لمذهب من المذاهب الفقهي فالأحناف قالوا الليس حنفي المذهب والمالكية قالوا الليس مالكي المذهب فكل أراد أن يتشرف بنسبه للمذهب الذي يتبعونه والحق أن الإمام الليس بن سعد ما كان مالكيا وما كان حنفيا بل ربما أقول الليس بن سعد كان فقيها بعقل الأحناف بعقل الإمام أبي حنيفة وكان مالكيا باتباعه للأسر بطريقة الإمام مالك ابن أنس فقد جمع بين الحسنيين بين النص وبين العقل وبعض الأحبة الذين ضاق أفقهم يعني يصابون بحالة من التحسس حينما يسمعون كلمة العقل متناسين أن العقل هو مناط التكليف وأن المخاطبة بالشرع هو العاقل هو العاقل وأن خطابات القرآن الكريم كثيرا ما تناشد أصحاب العقول والبصائر والألباب للتفكر والاتعاز والاعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار لقوم يعقلون يفقهون لأولي الألباب فانتبهوا لذلك الأمر حينما نورد لفظ العقل لا نقصد أبدا تقديم عقل على نص بل النص حاكم على العقل هذه قاعدة ينطلق منها الفقيه الفاهم العاقل لكن هل من مانع يمنع من إعمال العقل في النص لاستنباط ما فيه من الأحكام لا يوجد مانع وإلا الاختلافات الفقهية في فهم نص بعينه والتي تزخر بها كتب الفقه جميعا هي أبلغ دليل على إعمال العقول والأبصار والأفهام عالم يفهم من النص حكما معينة وعالم آخر يفهم منه أحكاما كثيرة وهكذا ولذلك أحبتي إمامنا رضي الله تعالى عنه أرضاه كان صاحب أسر وكان صاحب عقل فجمع بين الحسنيين والإمام الشافعي ظني أنه سار على منهد الإمام الليس بن سعد بدليل أنه غير بعض آرائه الفقهية لما التقى هناك بمحمد بن الحسن الشيباني في العراق بعد وفاة شيخه مالك ثم التقى بعد ذلك بتلاميذة الإمام الليس بن سعد في مصر وأقام في مصر وأتاها مرتين في المرة الثانية مات ودفن فيها بدوار قبر الإمام الليس بن سعد غير بعض آرائه لما سمع واطلع واقترب من فقه وفغم جديد يضاف لفهم مدرسة الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنهض إمامنا الإمام الشافعي بالمدرسة الفقهية المصرية وشيد على موضع من قواعد وأسس الإمام الليس ابن سعد علماً بأن الإمام الليس بن سعد توفي هو الإمام الشافعي عمره 25 سنة لكن لم يلقه وتحسر على أنه لم يلقه وكان يتمنى أن يلقه ليستمع منه بعض يعني فقهه وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لدرجة أن الإمام الشافعي كان يقول العلم يدور على سلاسة مالك والليس الليس بن سعد وسفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين هناك في الحقيقة من خلال دراستي لشخصية الإمام الليس بن سعد أمور شكلت عقلية أو الشخصية الفقهية للإمام الليس ابن سعد منها على سبيل المثال أن إمامنا الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان متيماً مغرماً بحضور الحوارات والنقاشات الفقهية بين العلماء في مكة في المدينة في العراق في مصر فكان يعني يقبل عليها بشغف شديد ويصغي لكل عالم وهو يدلي بدلوه في المسألة ثم يوازن بين ما سمع ويخرج بقناعة معينة بعدما سمع فكان مغرماً بسماع تلك المناقشات ويقبل عليها لا لنصر فريق على فريق آخر إنما يقبل عليها إقبال المتجرد المخلص من أجل الوصول للحق لحكم معين قال الليس بن سعد لقيت مالكاً في المدينة فوجدته يمسح العرق عن جبينه فبسأله لماذا تمسح العرق عن جبينك قال عرقت مع أبي حنيفة عرقت مع أبي حنيفة وبعدين الإمام مالك بقول إيه للإمام الليس إنه لفقيه يا مصري درج الفقيه انتبهوا الإمام مالك صاحب أو أحد رواد مدرسة الأسر والحديث يقول عن الإمام أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري شوفوا أدب الإمام الليس بن سعد فانطلق إلى الإمام أبي حنيفة وقال له يقول فيك مالك إنك لفقيه وشوفوا رد الإمام أبي حنيفة على الإمام الشافعي بيقول إيه ما رأيته أسرع بجواب صادق ونقد تام منه ما رأيته أسرع بجواب صادق ونقد تام منه ده الإمام أبو حنيفة ولذلك ده يعني خلاف الكبار بالرغم من المآخذ التي يأخذها بعضهم عن البعض الآخر إلا أنهم كانوا يحفظون الودة ويعرف كل منهم قدر الآخر مكانة الآخر ما كان أحدهم ينتقص من الآخر بل يسني على ما فيه من المحامد وما كان ذلك السناء يحولوا دون توجيه أو نصح من أحدهم للبعض الآخر لكن ده أدب الكبار أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعلنا نتخلق بهذه الأخلاق السامية والراقية ولذلك من أجل الأدلة وأوضح الأمارات على ذلك الأدب السامي ما وصل إلينا من الرسائل أو بعض الرسائل المتبادلة بين الإمام مالك بن أنس وبين الإمام الليس بن سعب وكما قلت أحبتي في لقاءات سابقة كانت هناك علاقة خاصة جدا بين الإمام الليس والإمام مالك وقلت سر ذلك الارتباط المزاملة والمصاحبة في حلقة الإمام ربيع بن أبي عبد الرحمن في المدينة شيخ الإمام مالك الأول وهو أكبر مؤثر في تشكيل العقلية الفقهية للإمام مالك ابن أنس فتزامل وترافق ثم بالبصيرة النافذة للإمام الليس رأى شخصية مختلفة عن الحاضرين أي شخصية ذلك التلميذ مالك ابن أنس رأى الإمام الليس أدبا جما وإقبالا وورعا وعبادة وحرصا على العلم لكن لمح أمر آخر رقة حالي مالك ابن أنس الإمام مالك كان فقيرا فقرا مدقعة فقرا شديدا كان أحدهم ربما يعني لا يجد سمن الورق الذي يكتب عليه سمن الطعام الذي سيأكله لا يجد شيئا في بيته ربما يظل طاويا أياما وكانوا يكسرون من الصوم فأخذ يواسيه وكفى له كفالة مالية من أجل تفريغه للعلم وأشارنا لذلك في اللقاء السابق أحبتي فكانت هناك علاقة خاصة ولمس كل منهما ما في الآخر من خير ورغبة وحب وشوق في الإقبال على العلم فكانت هناك في الحقيقة بعد عودة الإمام الليس لمصر رسائل من الإمام مالك للإمام الليس بن سعد وردود أيضا من الإمام الليس بن سعد على الإمام مالك لكن اللي بيظهر من الرسائل دي أحبتي مدى الحب والود ويعني السؤال والتفقد أحوال الآخر وحتى علاقة أسرية لم تكن مجرد علاقة عادية وفي نفس الوقت لم يحل ذلك الود والحب من أن ينتقد كل منهما الآخر بأدب وأن يودهه بحب وحرص على مصلحته ولذلك يعني في رسالة الإمام مالك في ختام الرسالة لأنه في بداية رسالة الإمام مالك للإمام الليس وأنا في الحقيقة مخافة الإطالة والتكرار لأنني أشرت لرسالة الإمام مالك عند الحديث عن الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن والحديث عن عمل أهل المدينة لكن بعدما حمد الله تعالى وأسنى عليه يعني رضي الله تعالى عنه في رسالته للإمام الليس ابن سعد ختم الرسالة بكلام جميل وأختم به هذا اللقاء فبيقول له إيه فانظر ده الإمام مالك لإمام الليس في نهاية الرسالة رحمك الله فيما كتبت به إليك فانظر لنفسك وعلم أني أرجو ألا يكون دعائي يعني حاملي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى والنظر لك وظن بك أنا أظن بك خيرا فأنزل كتاب منك منزلته فإنك إن فعلت يعني إن فعلت ذلك يعني إن فعلت ذلك علمت أنني لم أدخل جهدا في نصحك وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني كتابي لك مش مجرد انتقاد لك ولا انتقاص من قدرك لأبدا من باب حبك والحرص على مصلحتك وأفصل القول في ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم القريب لا يسعوني في نهاية اللقاء إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيتي معكم أستودعكم الله سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر